العذاعة الوطنية تقدم لكم وقولوا للناس حسنا برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسنا تقديم الأستاذ سمير الشوالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بعظمته وكبرياءه والصلاة والسلام على خير داع إلى رشده وهداه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس يعد هذا الحديث النبو الشريف من أحاديث الوعيد التي يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم تنفيرا من قيم الشرك والظلال والشيء الذي نفر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الكبر وهو من شر الصفات ومن أخطر الأمراض الاجتماعية والكبر أيها الأحبة هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير وأنه فوق الناس وأن له فضلا عليهم والكبر نوعان كبر على الحق وكبر على الخلق وقد بيّنهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق يعني رده وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم وكفى بالاحتقار شرا أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا التقوى ها هنا وهذا فيه دلالة على أن نظر الله تعالى إنما هو للقلوب والأعمال لا إلى الصور والأموال والكبر والغرور يوقعان صاحبهما في أنواع الشرور فيحتقر المتكبر أهل الفضل والخير من المؤمنين ويهدر حق من له حق وفضل عليه وقد يصل به الأمر إلى احتقار والديه وإذا أبدى غيره رأيا سديدا قال هذا عقل عتيق سقيم والمتصف بالكبر تجده في نفسه عال على الحق لا يلين له وعال على الخلق لا يرحمهم وهذه من علامات أهل النار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يدخلنا وإياكم الجنة مع الأبرار وأن عقبة الكبر الختم والطبع على القلب فيحرم حينئذ من كل خير قال الله تعالى في كتابه العزيز كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقد يكون من دواع الوقوع في داء الكبر كفرة المال وعظم الجاه وشرف النسب لما وقعت مشادة بين أبي ذر الغفاري الصحابي الجليل وبين بلال الحبشي قال أبو ذر لبلال يبنى السوداء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من أبي ذر وقال له أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية فلما رأى أبو ذر ذلك ذهب إلى بلال وضع خده على الأرض وقال له ذع قدمك على خدي هذه هي صفة المؤمن الصادق مع الله كلما أصاب قلبه مرض من أمراض القلوب وذكر به سارع إلى التوبة وطلب الغفران من الله سبحانه وممن أخطأ في حقهم ولم يصر على خطأه قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالكبر مستمعي الأكارم لا يكون من عاقل وإنما يكون للجاهلين وإلا كيف يمشي على الأرض مرحا وخيالاء من يعلم ضعفه وعجزه وقذارة ما يحمل في بطنه وكيف يتعالى على الناس من يعلم أنه لا يخرق الأرض برجله ولا يبلغ الجبال بهامته وكيف لمن يؤمن بالله ورسوله أن يصعر خده تكبرا على الناس وهو يعلم أن الله لا يحب كل مختال فخور ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وكيف لمؤمن دغدغ قلبه داء الكبر أن يغفل عن قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله مستمعي الأكارم إذا عدنا إلى الحديث الشريف الذي نحن بصدد تبيان معانيه نلاحظ أنه لما قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال صلى الله وسلم إن الله جميل يحب الجمال نفهم من هذا أن اللباس الجميل أمر مطلوب وإنما الأمر المنهي عنه هو أن يباهي الرجل بلباسه أو يختال فيه ولئن كان الكبرياء صفة مذمومة للبشر إلا أنه صفة تعظيم لله تعالى روى الإمام مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله وسلم فيما يرويه عن ربه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان لذلك فإن سبيل الشفاء من داء الكبر يكمن في المعرفة الحق بالله تعالى والخضوع له واتباع أمره وعدم منازعته صفاته وفهم كتابه والتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي أن نقرأ سيرته وسيتبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصبي فيسلم عليه وينطلق مع الأمد حيث شاءت ليشفع لها أو يقضي لها حاجتها وكان يعين أهله في البيت ويتواضع للغريب والجاهل وطالب العلم ثم على المرء أن يعرف نفسه مما خلق قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفه وهو غدا جيفه من الله علي وعليكم بمكارم الأخلاق ومعاليها وحفظنا الله وإياكم من مضارها ومساوئها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم العذاعة الوطنية وقولوا للناس حسنا برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة وقولوا للكون وقول للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملهه القرآن وقولوا للناس حسنا